والغلق الجزئي هو السبيل الثاني لتخفيض نسب الإصابة هناك أشخاص من المجتمع حقيقة غير ملتزمين بقرارات خلية الأزمة لا يرتدون الكمامات لا يعقمون أيديهم نحن دائما باستمرار نؤكد على الالتزام لبس الكمامات ضروري جدا وخاصة في الأماكن المزدحمة والتباعد الجسدي ضروري جدا وأيضا غسل يدين بالماء والصابون أو استخدام المعاقمات